بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي وأستعين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمي أنا محمد الحبيب العياشي من تونس خريج جامعة الزيتونة هذا الاجتماع يأتي في إطار وحدة الأمة التي أمرنا الله بها سبحانه وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن الأمة في حاجة ماسة إلى أن تكون موحدة أن تكون متراسط الصفوف الجسم الواحد كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتك منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذه الأمة التي تداعى لها الأكلة على قصعتها هذه الأمة يتداعى عليها كما يتداعى الأكلة على قصعتها قيل أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل ننظر في كل اتجاه وفي كل مكان ننظر فإذا الأمة ممزقة فإذا الأمة يتداعى عليها الاستبداد ويتداعى عليها الظلمة ويتداعى عليها ويتداعى عليها المستبدون تمزيقا وتشريدا وتقطيعا هذه الأمة لن تكون لها قوة ولن تكون لها مناعة إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فما يحدث في كشمير وما يحدث في غزة وما يحدث في العراق وما يحدث في فلسطين هو حاجة ماسة إلى أن تكون أو إلى أن تعود هذه الأمة إلى ربها لأن في وحدتها قوتها وفي طراصها قدرتها على أن تواجه التحديات بإذن الله سبحانه وتعالى نحن أمة واحدة ورب واحد ودين واحد ورسول واحد صلى الله عليه وسلم علينا أن نعبئ أنفسنا تعبئة إيمانية وعلمية ومعرفية ننفذ عن أنفسنا التخلف والإنحطاط ننفذ عن أنفسنا الركون والتبعية نريد أن نكون أمة متحررة نريد أن نكون أمة بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ولن يكون لنا رخاء ولن يكون لنا ازدهار ولن يكون لنا ولن تكون لنا قوة إلا بما قاله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تظلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته